أهلا بكم يا رب دايما بخير استكمالا للإجابة على أسئلة المتابعين سؤال حلو جدا جالي من حد عايش في بريطانيا وعنده أطفال وعاوز يجي يعيش هنا في مصر عشان أولاده يتعلمه في الأزهر ده شيء كويس جدا ولكن يعني أنا هجاوبك بصراحة على الوضع في مصر وهل فعلا الموضوع يستهل انك تيجي ولا ممكن وانت عندك يكون في طريقة أفضل التكلفة دي ايه لو انت جيت هنا تعيش بقدي ايه هتاكل وتشرب بقدي ايه أولادك محتاجين مصاريف قدي ايه الحاجات دي كلها مهمة ولازم تعرفها فخلونا نبدأ دلوقتي عايش في بريطانيا هنفترض انت مستوى المعيشة بتاعك كويس طبيعي أي دولة يعني هنقول بره مصر من الدول الأوروبية زي أي دولة أوروبية عموما فرنسا ألمانيا بلجيكا مش عارف ايه وطبعا بريطانيا تبع مش تبع الاتحاد الأوروبي هي كانت طلعت ايه في 2015 في 2018 فهي لها وضع تمام ومصر لها وضع ما فيش وجه مقارنة بين مصر وما بين بريطانيا نهائيا الجنين الاسترليني النهاردة عامل تقريبا 37 جنيه او 35 جنيه في الحدود دي يقول الاسترليني اغلى من الدولار على طول جانب طيب انا هقولك لو انت جاي مصر هتمن حسابك انت بميني شوف المستوى اللي انت كنت عاش فيه لو انت عايز بقى تقعد في مصر وتبقى في مستوى بقى حلو جدا يعني اعمل حسابك في الشهر كده مش اقل من يعني من عشرين الف لتلاتين الف اعتقد انت اسره رجل وزوجتك وعندك ولدين ثلاثة فانت عايز لك عشرين لتلاتين الف جنيه طبعا ممكن اقولك الف استرليني لو تقدر توفر الف استرليني مع عارشة توفرهم ازاي فانت كده في الفئة اللي هي فوق المتوسطة بشوية خلاص احنا نعتبروك الفئة الغنية ماشي فهتامل حسابك انك محتاج ده طبعا باعتبر انك هتيجي وتشتير شقة مش هقولك تأجر شقة انت هتوعد بقى فهتشتيرك شقة مثلا في منطقة محترمة هتامل حسابك كده من 800 لمليون لو انت عايز تروح بقى ناحية مدينة الرحاب خش في مليون ونص خش في اثنين مليون جنيه فالمليون جنيه او الاثنين مليون جنيه اقسمهم على خمسة وثلاثين جنيه اقسمهم على سبعة وثلاثين وشوف هيطلع معاك بكام استيرلين خلاص فانا طبعا عشان ما نطولش يعني الحزبة دي بتشمل بقى اكلك وشربك وحركتك واولادك ومصاريفك والادوية والكلام ده كله طيب انت بتسأل على الازهر طبعا لازم تبعت للازهر الشريف بعتلهم على الموقع وهما هيرد عليك وهسيبه لك في ديسكريبشن تعليم فيما يخص درست الازهر وما الى ذلك يعني تفاصيل الازهر انا مكنتش ازهر فمش هكدب عليك يعني لكن الموقع ابعت وهما هيرد عليك على طول ان شاء الله الحاجة التانية المصاريف بتاعت الحضانة لو انت بقى في مدارس يعني او في حضانات اقول لك انترناشنال اقول لك ناشنال مش يعني اعمل حسابك سنويا مش اقل من 20-30 ألف جنيه وممكن يزيد معاك يعني حسب الايه لو انت بتضغر على حاجة نظيفة بقى يعني حاجة كويسة جدا طبعا الحاجات اللي هي العادية بتاعت الغلابة تمام ممكن في الشهر اصلا يعني من القرى بيبدأ في الشهر مثلا بمتين جنيه لتلتميت جنيه ممكن خمسمية لو رحت ايه حتة فيها مدينة وتاع شوية لألف جنيه يعني الألف جنيه دي انت كده انت بتدفع رقم عشان بس الناس اللي هي برا مصر ما تستغربش الأرقام اللي أنا بقولها دي طبعا ده شيء كويس جدا اللي انت عاوز تجيبهم في مصر وتعلمهم من الأزهر وتعلموا الدين وخلي بالكم الحياة في مصر يا جماعة مش عشان الوضع الاقتصادي صعب والجنيه ماروش قيمة دلوقتي والكلام ده كله يعني بردو انت مش بتاخد كل حاجة في الدنيا انت بردو تربية أولادك واستأهلك في بيئة في عادات وفي تقاليد وفي محكومة يعني بايه بان في حلال في حرام ده مينفعش يا ابني الموضوع مش سدحمة ده زي برا خلي بالك فده بردو كل ده شيء كويس جدا وربنا يصلحها للبان فسيادتك لو نويته ايه تقعد تمح سبك في فلوس دي طيب نصيحتك يا وليد نصيحتي مجيش مجيش دلوقتي الزروف الاقتصادية صعبة جدا جدا هتولي الزروف الاقتصادية صعبة عندك بس عندك احسن بردو يعني انت هنا كيلو اللحمة بتين وخمسين بيتين وستين جنيه الفراغ بقت بتسعين جنيه واقتر قاعدين دلوقتي منظر على الفراغ البرازيلي واللحوم البرازيلي والبتاع وحاجة مأساة طبعا بسبب عدم الانتاج وده بقى نميت سنة عدم بنقول يا جماعة لازم ننتج لازم ننتج لازم 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 ولكن احنا سيبنا كل ده وروحنا نبني في العاصمة الادارة الجديدة للأسف الشديد فاتمنى طبعا اكلمك وانا يعني محبط شوية من الوضع الاقتصادي بس والله لو انت خلاص ازهقت من عندك وخلصت يعني تركع الله فاذا عزمت افتركع الله تنور مصر طبعا انت فين اسعار السيارات لو انت بتسأل عليها عندك اولكس وعندك هتلاقي ده كله عليه كل الاسعار اول باول ماشي؟ طيب اسعار الشؤاء زي ما قلتلك كده لو انت في مدينة في مدينة راقية او في كونباوند راقي او كده يعني تعمل حسابك فوق من 700 الف وانت طالع ماشي؟ اعتقد مش هتلاقي قلي من كده بس خلاص شايف اولي تاني رفاقيت علي اي سؤال اكتبهولي وانا هارض عليكم ان شاء الله ماشي؟ سلام موسيقى موسيقى موسيقى